السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دوينير ريمز كثيرا ما نسمع كلمة كروس أوفر وكلمة إيسيوفي لكن الكثير من الناس لا يعرفون الفرق بين هذه الكلمتين اليوم سنتعرف على الفرق بين سيارات الإيسيوفي وسيارات الكروس أوفر وأيهما أفضل بالنسبة إليك كمشتري سيارات الإيسيوفي تعمل بنظام الفور ويل درايف وسيارات الكروس أوفر تعمل بنظام الأول ويل درايف لن أتحدث عن هذا الفرق بين هذين النظامين لأنني تحدثت عنه مسبقا في حلقة سابقة ستجدونها هنا في الاقتراحات أو ستجدون الرابط في الديسكريبشن أيضا بالنسبة للناس الذين لا يعرفون معنى كلمة إيسيوفي ستجدون هنا في الاقتراحات فيديو أقوم فيه بشرح أنواع السيارات أو ستجدونه في رابط في الديسكريبشن عندما كنا نسمع سيارة الدفع الرباعي هذا ما كنا نعرف أما الآن عندما أصبحنا نسمع سيارة الدفع الرباعي هذا ما أصبحنا نرى هذا هو الفرق بين سيارات الكروسوفر و سيارات الإيسيوفي الفرق الكبير بين سيارة الكروسوفر و سيارة الإيسيوفي يكمن في طريقة التصميم سيارة الكروسوفر تسمم بتصميم اليوني بادي الجسم الموحد أو الجسم الواحد مثل السيارات العادية التي نرىها في الشارع أما الـ SUV فهي تصمم بتصميم الشاحنات الذي يسمى body on frame جسم على الإطار أو جسم على الهيكل تصميم اليوني بادي الذي تصمم به سيارات الكروس أوفر يعني أن هيكل السيارة هو هيكل واحد ولا يمكن فصله مثل السيارات العادية أما تصميم body on frame الجسم على القاعدة وهذا التصميم يعني أن القاعدة التي يوجد فيها المحرك والأجزاء الميكانيكية تنفصل عن بقية السيارة وتنقسم السيارة إلى جزئين وهذين الجزئين يمكن فصلهما عن بعض وهذا ما تتميز به سيارات الـ SUV أنت كمشتري تريد سيارة دفع رباعي كبيرة ماذا عليك أن تختار؟ لتعرف ماذا تختار عليك أن تعرف ميزات كل نظام من هذه الأنظمة وأيضا مساوئه لنبدأ مع ميزات نظام الـ Unibody الذي يستعمل في سيارات الكروس أوفر تصميم الجسم الموحد يعطي وزن أقل ما يعني أن سيارات الكروس أوفر أقل وزنا وهذا سيؤثر على اقتصاد السيارة وسيعطينا اقتصاد أفضل أيضا تصميم الـ Unibody مثل السيارات الصغيرة يعطي أيروديناميكية أفضل وهذا يعني أداء رياضي وتسارع أفضل أيضا تصميم الجسم الموحد يعطينا توزيع الوزن أفضل في السيارة ما يعني أن السيارة لديها السبات أفضل في الطريق وأداء رياضي أفضل وأخيرا تصميم الجسم الموحد يعطينا مساحة داخلية أكبر ومساحة تخزين أكبر بعد كل هذه الميزات المثيرة لنمر الآن إلى ميزات سيارات الـ SUV التي تصنع بنظام الـ Body on Frame الجسم على القاعدة كما قلنا الجسم ينقسم إلى إثنين ويمكن فصل الجسم عن القاعدة وهذا يعطي أفضلية للعمل الميكانيكي أكثر من سيارات الـ Cross Uber التي تصنع بتصميم الجسم الموحد أيضا سيارات SUV تصنع بصلابة أكثر وقوة احتمال أكبر وأهم شيء تتميز به سيارات الـ SUV التي تصنع بتصميم الجسم على الهيكل هو مقاومة الإنعواج السيارات التي تخرج إلى الطرق الجبلية والطرق الصخرية بشكل دوري يتأثر هيكلها بالضغط الناتج عن تلك الطرق وهذا ما يتميز به تصميم الجسم على القاعدة فهذا التصميم يمتص كل الضغط ولا يتأثر هيكل السيارة بهذا الضغط لذلك لازالت كثير من الشركات تستعمل تصميم الجسم على القاعدة لأنها مصممة للمهام الصعبة أنا في المهام الصعبة أنا خليني شيء حاجة لما لا أجل أعملها الآن لنمر إلى مساوئ كل تصميم لنبدأ مع تصميم الجسم الموحد الذي يستعمل في سيارات الـ Cross Uber سيارة الجسم الموحد إذا استمرت بالخروج بها إلى الطرق الجبلية الوعرة والطرق الصخرية سيؤثر هذا على جسمها الغير مقاوم للإنعواج وسيتعوج جسم السيارة وهذا سيؤثر على ثباتها في الطريق وأيضا على أدائها وعلى السيارة بصفة عمى لذلك يفضل إبقاء هذه السيارات داخل طرق المدن العادية وأيضا الطرق القاروية العادية الغير معبدة وحسب ولا ينصح بأخذها إلى الطرق الجبلية والطرق الصخرية الوعرة أما بالنسبة لمساوئ الجسم على القاعدة فهي أتقل وهذا يعني اقتصاد أسوأ من الـ Cross Uber وأيضا توزيع الوزن يعطينا تبات أقل والأيروديناميكية تعطينا تسارع أذى رياضي أقل وأيضا مساحة داخلية ومساحة تصميم أقل من الـ Cross Uber أعتقد أنه الآن أصبح الفرق واضح من سيارات الـ Cross Uber وسيارات الـ SUV إذا كنت تريد سيارة متسعة مرتفعة بالدفع الرواعي مع أداء السيارات الصغيرة وأيضا مع اقتصاد سيارات الصغيرة الـ Cross Uber هي الخيار المثالي بالنسبة لك أما إذا كنت تهوى المغامرات والطرق الجبلية والطرق الصخرية والطرق الصحراوية وكل الطرق الوعرة فالـ SUV هي الخيار الأفضل بالنسبة إليك تعرفنا في هذه الحلقة على الفرق بين سيارات الـ SUV وسيارات الـ Cross Uber ندعوكم إلى الانضمام إلينا عبر مجموعاتنا في الفيسبوك يمكنكم البحث عنها تحت اسم Twin Reams أو الدخول إليها عبر رابط ستجدونه أسفل في الـ Description إذا كان لديكم مواضع أخرى تريدوننا أن نتطرق إليها وتركوها تحت في التعليق ولا تنسوا الضغط على زر الاشتراك والجرس ليس لكم جديد برنامج Twin Reams إلى اللقاء اشتركوا في القناة إشتركوا في القناة